أحسن الله إليكم سماحة الوالد الشيخ صالح الذين يريدون إخراج الحج عن منهجه وعن منهج دعوة التوحيد لبيك اللهم لبيك ورفع الشعارات السياسية وغيرها ما الحكم في ذلك مأجورين؟ هذا من أمور الجاهلية الجاهلية كانوا يستغلون موسم الحج لإظهار شعاراتهم ومدح قبائلهم والتفاخر الله سبحانه وتعالى منع ذلك وفرغ المسلمين لشكره وذكره وطاعته وأداء المناسك التي شرعها لهم فانقلب الوضع من هذه الجاهلية إلى الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى والذي يتضمن الخير العاجل والآجل والحمد لله رب العالمين